كابتن أحمد حسين ميدو من قبل عن الكابتن محمود الخطيب دي الرسالة اللي الكابتن محمود الخطيب بيوصلها للأجيال اللي جاية وخطاب وبيان وتصريحات الكابتن محمود الخطيب رسالة تانية اللي فهم مقولة الكابتن صالح سليم الله يرحمه بأن الأهلي فوق الجميع يعني الأهلي مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه النهاردة كابتن محمود الخطيب وهو على رأس الهرم بيقول لكم أن مصر فوق الجميع والحقيقة تعجبت أن في حد يطلع في التلفزيون يقول مفيش مشكلة أن إكس من اللعيبة واللواي من اللعيبة يسيب المنتخب ويرجع لكاس العالم الأندية ارجع لكلام كابتن محمود الخطيب مفيش حاجة فوق مصر مصر فوق الجميع فكل التحية كل التحية للكابتن محمود الخطيب رمز مصر ورمز لعيبي كرة القدم في مصر الآن بحكم منصبه وبحكم سنه وبحكم نجوميته وبحكم حاجات كتيرة جدا أنه راجل قد المسئولية وصدقوني كابتن محمود الخطيب آي للكلام ده من دماغه هو عارف كويس قوي إيه المسئولية اللي وقع عليك وإيه الرسالة اللي هو بيوصلها للناس اللي جوه النادي الأهلي واللي برا النادي الأهلي فبحييه تاني على التصريحات بتاعته النهاردة اللي كان فيها مسئولية وطنية كبيرة جدا رغم صعوبة الموقف وأنا بقول لكم بعد تصريحات كابتن محمود الخطيب النهاردة أنا الطبيعي ما تحكش عليكم عمري ما شجع الأهلي في كاس عام لأن ده أنا راجل زمال كاوي لكن أنا هشجع الأهلي في كاس عام لأن ده بعد تصريحات محمود الخطيب النهاردة لأن النهاردة مصلحتي أن الرسالة دي توصل صح وأن هي تبقى رسالة لكل الأندية أن النهاردة أنا هلعب ناقص وبإذن الله المنتخب هيكسب وبإذن الله الأهل هيكسب لهذا بيني وبينكم ما بزعلش قوي من الكابتن ميدو لأنه في لحظات مواجهة الحقائق لا يختل الميزان عنده وبتشوفه في لحظات الحيادية ينطق بالحقيقة ويشيد بالصح ولكن احتفي به وهو يفعل هذا وأعتبع عليه عندما يهتز لميزان التقييم لسبب الله أعلم به لكن لا يمكن أن الشخص الذي يجيد والذي يضحي والذي يدعم مصلحة ولا صاحب قرار التأجيل الذي أشيد به وأشيد بإسر كامر كل الإشادات دي تنقلب إلى كل هذه الانتقادات عشان الأهل يتعادل في مباراة كان ممكن أنه ما يكسبهاش وكان ممكن أنه يكسبها وكننا هنسافر عشان نحمل هذه المباراة عدم الفوز ببطولة أفريقية معادلة صعبة جماعة ويتعرض لها النادي الأهل اللي ما حدش غير هتعرض لها مين حيلعب فينال ثلاث سنين وراء بعض ويلعب اثنين كاس عالم مين عنده معيار أنك لازم تكسب وتفوز لأنه جماهيرك لا تعترف إلا بهذا مفيش حد عنده هذا المعيار فأنت بتتحمل هذه المسئولية وأنت تعلم أنك أنت وأنت تخاطر بهذا أو بتلجأ إلى حلين كلاهما مر حلين كلاهما مر أركز على البطولة دي هركز على البطولتين وبإذن الله ربنا حكرمني عشان أرغم الجميع أن يشيدوا بالنادي الأهل تاني الحقيقة المقارنة هي يعني مؤسفة جدا كموضوعية أنك تقارن مردود الأهل في الثلاث أربع سنين الأخيرة بأي نادي في أفريقيا مش في مصر في أفريقيا فلما يصل الأمر أننا نحتاج نحاول نبحث عن أي شيء وميض من موضوعية للمقارنة لا إحنا كده نتجنى جدا على الموضوعية وعلى المنطق والله وعلى الحقيقة المسائل المفروض تكون أوضح من كده بكتير ده بطولة أفريقيا دي من كتر ما الأهل حققها أو حقق فيها من نجاحات ميدوا شبهها بإيه نشوف أهلي ألب بطولة أفريقيا الأبطال الدوري لدورة رمضانية الأهلي اللي أقلبها بكده مش تقليلا من حد لكن لما النادي الأهلي يبقى بيفوز في مباريات قبل النهائي ودورة تمانية والسجار في إيه وهو حطت رجلي على رجل يبقى الأهلي ألب البطولة دي بطولة دورة رمضانية ألبها كده بإيه ألبها بكده بإيه ألبها بالنظام وبالسيستم وبرجولة لعيبته اللي حتى وهي في أسوأ حالتها بتقاتل افهموا الكلام أن الأهلي ألب البطولة دي دورة رمضانية لما النهاردة يوصل الفاينال سنتين وراء بعض والسنة التالتة يوصل الفاينال ويبقى يكسب السنة اللي فاتت النهائي وهو زي ما بقولوك كده السجار في بقه يكسب البطولة كده أيام غير ما يعرق يبقى لا بقى بطولها دورة رمضانية هل ده تقليل من الفرق التانية لا الأهلي فرق بخطوات مربط الفرس تاني أنا بأخذ جمل كده واربطها مع التواجه العام حتى في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي الأهلي ألب البطولة دي دورة رمضانية بتفوقه الكبير بتفوقه الكبير فلا يجب أن يساند عشان نقضي على حالة هذه التفوق هذا كان لسان حالي الاتحاد الافريقي ويعني رغبة ده فينا لم يصرح بها الاتحاد الدولي إلا على مرة لسان فلاتر وما فيش غير الأهلي وإنفنتينو لما قاله أنا كل ما أجي سلم جوازة لأهلي إذن نشوف لنا حال في الأهلي من الحلول دي سعب ظروفه فيخسر بطولات بشكل غير منطقي علشان ينقض عليه الناس اللي مستنين اللحظة دي